اشتركوا في القناة درسنا اليوم هو بند تسعة واحد بعنوان العداد الصحيحة في الصفحة رقم مئة في كتاب الطالب سوف نتعلم في هذا الدرس عن العداد التي تعرق بالعداد الصحيحة إذن سوف نتعرف من خلال درس اليوم على مفهوم العداد الصحيحة لدينا هنا خطة العداد دائما في وسط خط العداد يوجد العدد صفر إذن الصفر هو عدد صحيح وهو عدد غير موجب وغير سالف في نفس الوقت على يمين الصفر يوجد لدينا الأعداد الصحيحة الموجبة والعداد الصحيحة الموجبة هي أعداد أكبر قيمة من الصفر كما أن رمز العدد الموجب موجب أربعة هو يكتب كالتالي موجب أربعة هذا هو رمز العدد الموجب أيضا لدينا على يسار الصفر الأعداد الصحيحة السالبة وهي أعداد أصغر من الصفر قيمة كما أن رمز العدد السالب يكتب العدد السالب 5 هو السالب 5 بهذا الشكل إذن رمز العدد السالب نبدأ أولا نكتب إشارة السالب ثم العدد السالب 5 إذن العدد الصحيحة تتكون من الصفر الأعداد الموجبة الأعداد السالب إذن هذه هي مكونات الأعداد الصحيحة لدينا هنا أمثلة على العدد الصحيح السالب والعدد الصحيح المجبة الحرارة في القطب قد تنخفض إلى 88 درجة إذن كلمة تنخفض تدل على أن الحرارة تقل وبالتالي كلمة تنخفض دائما تشير إلى أن العدد سوف يكون سالب إذن تنخفض إلى 88 أي أنه سوف يكون سالب 88 عدد صحيح سالب أتراجع ست خطوات معناها التراجع إلى الوراء معناها النقصان وبالتالي سوف يكون العدد هنا سالب إذن أتراجع ست خطوات أي أنه سوف يكون سالب 6 50 مترا تحت سطح البحر إذن 50 مترا تحت كلمة تحت معناها أنه ينزل إلى الأسفل وبالتالي يقل وبالتالي سوف يكون العدد هنا أيضا سالب إذن خمسون مترا تحت سطح البحر نعبر عنها بالعدد السالب سالب خمسون أيضا لدينا هنا أمثلة على الأعداد الصحيحة الموجبة التي تزيد دائما الحرارة في الرضع الخالي قد ترتفع إلى سبعة وخمسون ترتفع يعني تزيد إذن سوف يكون العدد موجب سبعة وخمسون أتقدم عشر خطوات معناها أزيد إذن سوف يكون أيضا موجب عشرة خمسة عشر مترا فوق سطح البحر فوقها يعني إلى الأعلى وبالتالي سوف يكون العدد هنا موجب خمسة عشر إذن لدينا هنا ملاحظة مهمة يمكن كتابة العدد الموجب من دون إشارة موجبة أي موجب ثلاثة هي نفسها ثلاثة إذن العدد الموجب نستطيع أن نستغني عن الإشارة ولكن العدد السالب يجب أن نكتب الإشارة قبل العدد ندرب واحد في الصفحة 101 السؤال يقول استخدم عددا صحيحا يصف كل من الحالات التالية رقم واحد لدينا 75 درجة سليليزية فوق الصفر إذن هنا العدد سوف يكون موجب أم سالب نلاحظ أنه كلمة فوق تدل أن العدد يزيد يعني إلى الأعلى يزيد وبالتالي سوف يكون العدد هنا موجب إذن هذا الكلام سوف نعبر عنه بالعدد الصحيح موجب 75 رقم اثنان زيادة وزن السيل 9 كيلو كلمة زيادة تعني أن العدد سوف يكون موجب وبالتالي سوف يكون العدد هنا موجب 9 رقم ثلاثة لدينا خسارة 10 أمتار مربعة من الأراضي الزراعية الخسارة معناها أن العدد سوف يقل وبالتالي سوف يكون العدد هنا سالب 10 لدينا مفهوم القيمة المطلقة لعدد صحيح سوف نتعرف على مفهوم القيمة المطلقة لعدد صحيح ما هي القيمة المطلقة لعدد صحيح القيمة المطلقة لعدد صحيح هي عدد وحدات الطول على خط الأعداد من النقطة التي تمثل الصفر إلى النقطة التي تمثل العدد أي بمفهوم آخر هي المسافة بين هذا العدد والصفر لدينا هنا خط الأعداد لدينا هنا الصف كما قلنا على يمين الصفر عدد موجبة وعلى يسار الصفر العدد السالبة لدينا مطلق العدد أربعة كما تعرفنا من خلال تعريف القيمة المطلقة مطلق موجب أربعة هي المسافة بين العدد موجب أربعة والصفر إذن المسافة بين العدد موجب أربعة والصفر نلاحظ أن المسافة هي أربعة وحدات كما نرى إذن بالفعل المسافة بين العدد موجب 4 والصفر هي 4 وحدات وبالتالي سوف يكون مطلق العدد 4 يساوي 4 إذن مطلق 4 يساوي 4 ويرمز إليه بالرمز موجب 4 نضع عليه خطين عموديين هذا هو رمز المطلق وبالتالي مطلق موجب 4 تساوي 4 أيضا لدينا مطلق سالب 3 كما قلنا المطلق هو المسافة بين هذا العدد والصفر إذن مطلق سالب 3 هي المسافة بين العدد سالب 3 والصفر نلاحظ أن المسافة بين سالب 3 والصفر هي 3 وحدات وبالتالي مطلق سالب 3 سوف يساوي 3 ويرمز له بالرمز هنا مطلق سالب 3 تساوي 3 إذن الخطين العموديين هي رمز القيمة المطلقة للعدد تدرب اثنين في الصفحة 101 السؤال يقول أكمل كل مما يلي لتحصل على عبارة صحيحة مطلق سالب 6 هي المسافة بين سالب 6 والصفر وبالتالي سوف يكون موجب 6 مطلق الصفر هي المسافة الصفر بين الصفر والصفر ونجد أن المسافة بين الصفر والصفر هي مسافة منعدمة وبالتالي مطلق الصفر سوف يساوي صفر مطلق العدد موجب 34 سوف يكون موجب 34 أخيرا لدينا مطلق العدد سالب 12 سوف يساوي موجب 12 إذن دائما المطلق هي قيمة موجبة لأنها عبارة عن مسافة إذن نأخذها قاعدة دائما المطلق العدد دائما يكون بالموجب إذن مطلق سالب 6 سوف يكون موجب 6 سواء العدد كان موجب أم سالب إذن المطلق دائما يكون بالموجب نتعرف أيضا على مفهوم المعكوس الجمعي لعدد صحيح لدينا هنا خط العدد لدينا هنا العدد موجب 2 والعدد سالب 2 نلاحظ أن العددان هذا على مسافة واحدة من الصفر إذن المسافة بين موجب 2 والصفر هي وحدتان أيضا المسافة بين سالب 2 والصفر أيضا نفس المسافة وحدتان وبالتالي لهم نفس القيمة المطلقة إذن نلاحظ أن سالب 2 وموجب 2 يكونان على البعد نفسه من النقطة التي تمثل الصفر على خط العدد بمعنى آخر أن لهم القيمة المطلقة نفسها إذن سوف نسمي كل منهم معكوس للآخر إذن العددان الذي يكونان على مسافة واحدة من الصفر من جهتين مختلفتين سوف نسميهم معكوسان جمعيان لبعض إذن موجب 2 هو المعكوس الجمعي لسالب 2 أيضا سالب 2 يسمى المعكوس الجمعي لموجب 2 أي أن الإشارة دائما تختلف نفس العدد ولكن الإشارة تختلف إذن المعكوس الجمعي لموجب 3 هو بالفعل سالب 3 فأيضا نقوم بتغيير الإشارة فقط المعكوس الجمعي أيضا لسالب 7 سوف يكون موجب 7 تدرب 3 في الصفحة 102 السؤال يقول أكمل كل مما يلي لتحصل على عبارة صحيحة المعكوس الجمعي للعدد سالب 12 كما قلنا المعكوس الجمعي هو نفس العدد ولكن بإشارة مختلفة إذن المعكوس الجمعي لسالب 12 سوف يكون موجب 12 الفقرة باء السؤال يقول المعكوس الجمعي للعدد موجب 9 إذن نقوم بتغيير الإشارة فقط وبالتالي المعكوس الجمعي للعدد موجب 9 هو سالب 9 الفقرة جيم المعكوس الجمعي للعدد سالب 213 هو موجب 213 مرة في الصفحة 102 السؤال يقول أكتب عددا صحيحا يصف كل من الحالات التالية رقم واحد ربح بقيمة 19 دينار كلمة ربح معناها الزيادة وبالتالي سوف يكون العدد هنا مدام أنه في زيادة إذن العدد سوف يكون موجب إذن سوف يكون موجب 19 رقم اثنان ثمانية أمتار تحت تحت أي إلى الأسفل وبالتالي العدد هنا يقل وبالتالي سوف يكون العدد هنا سالب ثمانية 35 درجة فوق الصفر فوق يعني أكبر من الصفر وبالتالي زيادة هنا سوف يكون موجب 35 رقم أربعة زيادة وزن أمل 5 كيلو جرامات زيادة وزن أي أن العدد هنا سوف يزيد وبالتالي سوف يكون موجب إذن لدينا هنا موجب 5 لدينا كلمات تدل على أن العدد سوف يكون موجب وكلمات أيضا تدل على أن العدد سوف يكون سالب كلمات التي تدل على الزيادة مثل كلمة ربح كلمة فوق كلمة زيادة هذه كلها كلمات تدل على الزيادة وبالتالي سوف يكون العدد موجب أيضا لدينا كلمات تدل على النقصان أو الخسارة مثل كلمة تحت مثل كلمة خسارة هذه كلها كلمات تدل على الخسارة وبالتالي سوف يكون العدد سالب أمرا في الصفحة 103 السؤال يقول أكمل الجدول التالي لدينا هنا العدد المطلوب هو إيجاد المعكوس الجمعي للعدد المعكوس الجمعي للعدد هو نفس العدد ولكن بإشارة مختلفة إذن المعكوس الجمعي لسالب 8 سوف يكون موجب 8 المعكوس الجمعي للعدد موجب 13 سوف يكون سالب 13 المعكوس الجمعي لموجب 39 سوف يكون سالب 39 المعكوس الجمعي لسالب 54 سوف يكون موجب 54 لدينا هنا الصفر المعكوس الجمعي للصفر الصفر طبعا ليس عددا موجبا وليس عددا سالبا وبالتالي سوف يكون معكوس الصفر هو الصفر نفسه تمرّا في الصفحة 103 السؤال يقول أكمل كل مما يلي لتحصل على عبارة صحيحة الفقراء ألف لدينا مطلق موجب 9 كما عرفنا في تعريف القيمة المطلقة هي المسافة بين العدد والصفر إذن مطلق موجب 9 هي المسافة بين موجب 9 والصفر المسافة بين موجب 9 والصفر هي 9 وحدات إذن سوف يكون مطلق موجب 9 هو موجب 9 إذن دائما المطلق هو نفس العدد ولكن بإشارة موجبة الفقراء ألف لدينا هنا رمز القيمة المطلقة خطين عموديين إذن القيمة المطلقة لسالب 64 كما قلنا المطلق دائما يكون نفس العدد ولكن بإشارة موجبة إذن مطلق سالب 64 سوف يكون موجب 64 الفقراء جيم لدينا هنا مطلق الموجب مطلق العدد موجب 7 سوف يكون موجب 7 الفقراء دال القيمة المطلقة أو مطلق العدد سالب 35 سوف يكون موجب 35 إلى هنا نأتي إلى نهاية الدرس أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة